كابتر الحمام انا لما حد بيجي يقولي الكلام ده اول حاجة الناس ترد عليها تقولك ما هو انت بتقول دلوقتي ان اللعيبة دي مستحققش تلبس شرط النادي الاهلي ما اللعيبة دي اللي خادت بطولتين افريقيا وخادوا برونزيتين كاس العالم اللي فجأة ما بوش يستحقوا يلبس شرط النادي الاهلي انا بقولكش ما يستحق ويستحق بستعرف الايمال اللي انت فيها تعرف ان انت لازم كل بطولة تدخلها لازم تحارب عليها وتخلها اه ما تشبعش يعني ما تشبعش انا ما بتكلمش ان انا مش هلاخد نفس اقولي ان اوه من فترة واخد بطولة او اخد بطولات وكان كويس انا بقول هم دلوقتي خلاص انت فقدت الرغبة عندك ان انت تكسب كل البطولات وده للأسف دي هي سياسة النادي الاهلي وجمارية النادي الاهلي وكل اي حد في الشارع اهلاوي بيبقى عايز اي بطولة تخشها تكسبها انا دائم بقول لو جميل اهلي وجميل زمالك لو دور رمضانية اخش تكسبها اوه متعود على كده اوه متعود خلاص انت يعني زي ما اقول لك باد لوزر انت مش عايز تخسر خلاص انا متعقع ان انا هنزل كل البطول هاخدها كل موتش هكسبه حتى لو ما تشد انت التلعب انت مش محتاجها اما بتخسر موتش اوه تتعاد الجميل اهلي بتزعل فانت خلاص انت في جيل اللي هو الجيل بتاعنا والجيل برضو اللي هو اللي قابلنا كان بيكسب بطولات كثير قوي فانت اما بتعود حد على حاجة اما بتجي بعد كده الحاجة دي تقل لازم يحصل مقارنات فبدأوا يقارنوا ما بين مين الجيل بتاعنا طبيعي اللي هو من 2004 او 2005 لحد 2012 بدأوا الناس تلقى تتقارنوا يقول لك كل شي يقول لك الجيل ده هو اللي كان خد كل البطولات لانا على الفترة دي كنا بناخد كل البطولات يعني انت ممكن تخش في الموسم تخسر بطول الكاس انت كسبت كل البطولات كسبت افريكيا وسوبر افريكي ودوري وسوبر مصري تخسر كاس مصيبة تحصل تاريخ صورة الكاس انت واخد البطولات الاكبر فالناس خاصة تعود لانت لازم اي حاجة تخشها تكسبها اشتركوا في القناة